بسم الله الرحمن الرحيم تقويم تشخيص مادة الرياضية الخامس ابتدائي تمرير الأول أحيط الجواب الصحيح لدينا كتاب حرفي 16 أختار الجواب الصحيح وأحيطه بخط مغلق أحيط الجواب الصحيح انظروا هنا 60 عدد سهل قراءته سهلة 60 هنا لدي 0.6 لدينا الفاصلة تفصيل بين الجزء الصحيح والجزء العشري الجزء الصحيح الوحدات صافر الجزء العشري 16 إذن 16 أما هنا انظروا الفاصلة أمام هذه الوحدات 6 وحدات وعشر أو 6 وحدات وعشرة أجزاء من المئة إذن هذا هو الجواب الصحيح 5 أجزاء من المئة 5 أجزاء من المئة إذن 5 أجزاء من المئة إذن 5 أجزاء من المئة وحيطه بخط مغلق 9 وحدات و 4 أجزاء من المئة 9 وحدات انظروا 49 لا نظروا الفاصلة أمامها أربعة رقم وحدات أربعة 4 وحدات وتسعة أعشرة لا هنا الفاصلة أمامها رقم وحدات 9 وحدات ليست هناك من أعشار 9 وحدات مباشرة وأربعة أجزاء من المئة التمرين الثاني أقارن بوضع الرمز المناسب أصغر أكبر أو يساوي أصغر أكبر أو يساوي أصغر أكبر لماذا أصغر يصبح أربعة لماذا أكبر يصبح سبعة أقارن بوضع الرمز المناسب أصغر أكبر أو يساوي هذه أعداد كسرية انظروا البسط أربعة المقام ستة البسط سبعة المقام إثنى عشر لأن العداد الكسرية تكون من بسط ومقام أربعة على ستة انظروا أضرب ستة في اثنان أضرب ستة في اثنان الجواب اثنى عشر هنا إذا ضربت أربعة في اثنان أربعة في اثنان ثمانية لو كان لدي ثمانية على اثنى عشر سيكون هناك تساوي أنا لدينا سبعة فهذا هو الأكبر لماذا؟ لأن أربعة على ستة تساوي ثمانية على اثنى عشر أضرب في اثنان أضرب في اثنان خمسة على خمسة إذا كان البسط يساوي المقام فالعدد الكسري دائما يساوي واحد إذا كان البسط يساوي المقام فالعدد الكسري يساوي واحد غير هو مرحوظ دائما المقام يجب أن يخالف السفر لا يكون لدينا سفر في الأسهل لدينا اثنان على تسعة خمسة على تسعة لدينا نفس المقام إذا كان لدينا نفس المقام فالذي له أكبر بسط هو الأكبر تسعة تسعة أقارن البسط خمسة أكبر من اثنان لاحظوا هنا ستة على سبعة وهنا سبعة على ستة ستة على سبعة هذا العدد الكسري أصغر من واحد لماذا أصغر من واحد؟ لأن بسطه أصغر من المقام أما هذا العدد الكسري فهو أكبر من واحد لماذا؟ لأن بسطه أكبر من المقام هذا العدد أكبر من واحد أما هذا العدد فهو أصغر من واحد إذا سبعة على ستة هو العدد الأكبر أو العدد الكسري الأكبر أضع وأنجز دائما أضع يعني أضع العملية عمودية لدينا العملية على الصدر فأضع عمودية لدينا طرح طرح ضر دائما أحترم الوضع الأقل وحدات عشرات مئات آلاف الواحدات تحت الواحدات العشرات تحت العشرات المئات تحت المئات ثم ناقص الآن أبحث عن الفرق في عملية الطح أبحث عن الفرق في عملية الجمع أبحث عن المجموع في عملية الضرب أبحث عن الجودة سبعة ناقص أربعة ها هي السبعة أنقص أربعة الباقي ثالثة صافر ناقص 9 لا يمكن ماذا أفعل أضيف 10 أضيف 1 فالفرق لا يتغير إذن صافر زائد 10 عشر وعشر ناقص 9 واحد ولا داعي أن أكتب هذا الصافر هنا أضفت 10 هنا أضيف 1 خمسة زائد 1 ستة 6 ناقص 6 صافر عددان متساولين فرقهما يساوي صافر 8 ناقص 08 الفرقه هو 8013 يمكن أن أضع هذا الرمز دائما الوحدات العشرات المئات الوحدات تحت الوحدات العشرات تحت العشرات المئات تحت المئات لا يصار في الأعلى يامين في الأسفل 7 ناقص 6 7 ناقص 6 7 ناقص 6 واحد أو 7 ناقص 6 6 سبعة واحد 3 ناقص 7 لا يمكن ماذا أفعل دائما أضيف 10 أضيف 1 فالفرق لا يتغير هنا أضفت 10 ثلاثة زائد عشر ثلاثة عشر ثلاثة عشر ثلاثة عشر ناقص سبعة ستة هنا ثلاثة زائد واحد أربعة وستة ناقص أربعة إثنان ثلاثة عشر ناقص سبعة ثلاثة عشر ناقص سبعة واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة الباقي كم واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة عملية الضرب دائما وحدات عشرات مئات وحدات عشرات سأضرب في عدد مكون من رقمين إذن الاحتفاظ هنا ستة في أربعة أربعة وعشرون أكتب أربعة أحتفل بالإبنان أربعة وعشرون ستة في سبعة اثنان وأربعون زائد اثنان أربعة أربعة أكتب أربعة وأحتفل بأربعة ستة في ثلاثة تمانية عشر أضيف أربعة اثنان وعشرون لا بد من حفظ جداول طنق عن طهر قدر أحفظ جداول طنق عن طهر قدر النقطة هنا تحت الوحدات أربعة في أربعة ستة عشر ستة عشر أربعة في سبعة تمانية وعشرون زائد الاحتفاظ تسعة وعشر تسعة وعشر 4 3 12 2 12 زايد اثنان 4 14 احترام الوضع ثم الآن أجمع 4 زايد سافر 4 زايد ستة ستة كبير في الهواء على لساني ستة سبعة تسعة عشرة عشرة أكتب الوحدات وأحتفلوا بالعشرات أبدأ بالأكبر تسعة زائل اتنان تسعة عشرة إحدى عشر ولا أمس الاحتفال اتنى عشر اتنى عشر أكتب الوحدات وأحتفل أربعة زائل اتنان ستة واحتفال سبعة واحد زائل سفر فالجداء المحصل عليه هو سبعة عشر ألفا ومئاتين وأربعة هنا الفرق مئاتين وواحد وستون عملية طح عملية الضرب عملية الجمع عملية الجمع الفرق المجموع في عملية الجمع الجداء نتيجة هنا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه عملية الجمع عملية الجمع عملية الجمع